الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شارك وزير الخارجية سامح شكري في جلسة حوارية بعنوان إقليم من الفرص من البحر المتوسط لبحر العرب وذلك خلال أعمال منتدى رايسينا المناقد في العاصمة الهندية نيودلهي وأشار وزير الخارجية إلى سعي شعوب المنطقة للتكامل مع العالم والدور الذي تلعبه مصر في هذا الشأن بحكم موقعها الاستراتيجي وتنوع علاقاتها وشركاتها مستعرضا جهود مصر خلال السنوات الماضية لتعزيز التنمية الاقتصادية كما تترك لأبرز التحديات التي تواجه العمل المناخي الدولي مشيرا إلى أهمية تجنب تسييس الموضوعات التغير المناخي تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس بمواصلة جعل روسيا تدفع ثمن العملية العسكرية في أوكرانيا وقال مسؤولة كبيرة في الإدارة الأمريكية إن بايدن وشولتس عقد اجتماعا خاصا في المكتب البيضاوي وتركز نقاشهم على أهمية استمرار التضامن العالمي مع شعب أوكرانيا والجهود المستمرة لتوفير الأمن والمساعدة الإنسانية والاقتصادية والسياسية لأوكرانيا قال البيت الأبيض إن الفحوص التي أجريت على عينة أخذت من الرئيس الأمريكي جو بايدن في فبراير الماضي أكدت وجود ورم جلدي تمت إزالته من صدره وأوضح طبيب البيت الأبيض كيفين أكونور أن الورمة كان عبارة عن سرطان خلايا قاعدية مشيرا إلى أن جميع الأنسجة السرطانية تمت إزالتها بنجاح وأوضح طبيب البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سيضم تحت الملاحظة الطبية للأمراض الجلدية في إطار رعايته الصحية المستمرة أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين يمثل القضية الجوهرية في تونس وخلال لقائه وزير الشؤون الاجتماعية قال الرئيس التونسي أن هناك من وصفهم بالأعداء الذين يتربصون بالشعب التونسي مشددا على أنه قد آل الأوان المحاسبة باعتبارها مطلبا مشروعا للشعب التونسي كما أشار الرئيس التونسي إلى أن هناك من يتحالف مع من أراد الإفلات من المحاسبة على حد تعبيره ورياضيا سيطر التعادل السلبية عن نتيجة مباراة الزمالك مع مضيف برامد التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي في ختام منافسات الجولة العشرين من الدوري ممتاز لكرة القدم التعادل منح كل فريق نقطة وحيدة ليرتفع رصيد برامد إلى 39 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري وبفارق نقطتين عن الأهل المتصدر كما ارتفع رصيد زمالك إلى 33 نقطة ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب وبفارق ثماني نقاط عن الأهل كما تعادل فيوتشر مع ضيفه الإسماعيلي سلبيا في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام في إطار الجولة العشرين من الدوري ممتاز وجاءت المباراة متوسطة المستوى وأغلب الطابع الدفاعي على أداء الفريقين ورفع فيوتشر رصيد إلى 39 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الأهل صاحب الصدارة الذي لعب ثلاثة مباريات أقل من فيوتشر بينما أصبح رصيد الدرويش في المركز السادس عشر وبفارق الأهداف عن حرص الحدود صاحب المركز السابع عشر حصد الرمان مصريون تسع موديليات في مختلف المراحل ببطولة الجائزة الكبرى التي تقام ضمن منافسات البطولة الإفريقية التاسعة للرماية على الأطباق المروحية التي تصطدفها مصر في الفترة من الثاني وحتى الخامس من مارس الجاري وفي منافسات الرجال السينيور سيطرت مصر على المراكز الثلاثة الأولى حيث حل صلاح قاسم في المركز الأول محققا للميدالية الذهبية وفاز المصري هاري فارتان بالمركز الثاني والميدالية الفضية وحصد عمر أبو العز المركز الثالث محققا لبرونزية وتألق ثلاث الناشئين المصري في المنافسات حيث فاز مصطفى أورني بالمركز الأول ويسين ماضي بالمركز الثاني وطلعت ماضي بالمركز الثالث بعد منافسة شديدة بين الآخوين ختام موجة الثامنة فاصل ونعود لحظاتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر